هل سمعتم من قبل بتمرد أنيانيا في السودان والتي راح ضحيتها مئات الألاف من السودانيين فالحرب الدائرة حاليا ليست الحرب الوحيدة التي شهدها السودان فعلى مدى عقود اشتعلت حروب أهلية ربما تكون من أفتك الحروب الأهلية في هذا التقرير سنستعرض لكم أبرزها أنانيا أو الحرب الأهلية السودانية الأولى صراع كان دائرا بين أعوام 1955 وحتى 1972 بين المركز أي الشمال وجنوب السودان الذي طالب آنذاك بمزيد من الحكم الذاتية يعتقد أن ضحاياه تجاوزوا النصف مليون توقف القتال عام 1972 بعد اتفاق بين الطرفين لكن الاتفاق ظل هشا ما أدى إلى إطلاق شرارة الصراع مجددا عام 1983 وهي الحرب الأهلية السودانية الثانية تعتبر هذه الحرب إحدى أطول وأعنف الحروب في القرن التاسع عشر حرب كانت حصلتها نحو مليونين من المدنيين انتهى الصراع رسميا مع توقيع اتفاق نفاشا للسلام عام 2005 واقتسام السلطة والثروة بين نظام الرئيس السابق عمر البشير وقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق وفي إقليم دارفور تمردت أقليات عرقية في فبراير عام 2003 ضد حكومة البشير أنذاك وسيطرت على عدد من المناطق في ولايات دارفور ظل الخلاف قائما لسنوات إلى أن شنت حركة العدل والمسواة هجوما غير مسبوق في مايو من عام 2008 على مدينة أمدرمان المتاخمة للخرطوم ما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص بعد هذه الحادثة سادت حالة من الهدوء الحذر لأكثر من سنتين لكن ما لبث أن تجدد القتال نهاية عام 2010 ما أودى بحياة أكثر من 2300 شخص في عام واحد وفي نوفمبر 2011 صادقت أبرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام بعد سنوات من العصف الأمني أعلنت الحكومة في يونيو 2016 وقفا أحاديا لإطلاق النار في أغسطس من العام ذاته فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كاردفان أما العام 2019 فقد كان محطة مفصلية في تاريخ السودان حيث أطاحت الثورة بنظام البشير الذي حكم البلاد بقبضة حديدية لثلاثة عقود لتبدأ في جوبا مفاوضات سلام بين الخرطوم والمتمردين اتفق الجانبان على إسرها على وقف إطلاق النار بشكل دائم وفي عام 2020 وقع تحالف يضم تسع مجموعات متمردة من منطقتين النزاع في السودان اتفاقا مبدئيا مع الحكومة السودانية بعد محادثات استمرت أسابيع شكلت خطوة أساسية على طريق التوصل إلى اتفاق سلام نهائية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات